السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد في هذه الحلقة نتناول قراءة في كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث النشأة المستأنفة لمؤلفه جورج طرابيشي صدرت الطبع الأولى من الكتاب عام 2010 عن دار الساقي والطبعة الثالثة عام 2015 ويحتوي على 640 صفحة من ثمانية فصول يقول المؤلف في خاتمة الكتاب عن ظروف تأليف كتابه كان يفترض بهذا الكتاب عندما شرعنا بالعمل فيه قبل ست سنوات أن يكون الجزء الخامس والأخير من مشروع نقد نقد العقل العربي في الرد على مؤلف تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي ولكن طرداً مع تقدمنا في العمل ثم عندما انتهينا من إنجاز هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ لم نجد مناصاً من التسليم بأن محمد عابد الجابري لم يكن له حضور فيه إلا على نحو عارض وليس في الأمر من عجب ذلك أن صاحب مشروع نقد العقل العربي ما كان وجد من تعليل لظاهرة استقالة العقل في الإسلام سوى الغزو الخارجي على منوال حصان تروضة وبالمقابل امتنع الجابري امتناعاً شبهتام عن تفكيك آليات أفول هذا العقل واستقالته من داخله ومن هنا وجدنا نفسنا نتصرف على مدار صفحات هذا الكتاب إلى بناء إشكاليتنا الخاصة عن استقالة العقل في الإسلام دون محاجة إلى الدخول في عملية تفكيك لإشكاليات صاغها أو بالأحرى امتنع على صياغتها صاحب مشروع نقد العقل العربي ومن هنا أيضاً أفردنا عملنا هذا كتاباً قائماً بذاته من دون أن نحتاج إلى أن نعنونه جزءاً خامساً يطرح الكتاب إذن إشكالية كبيرة حول ظاهرة استقالة العقل العربي من داخل الإسلام عينه أدت في النهاية إلى انحطاط الثقاثة العربية الإسلامية وليس فقط بسبب عوامل خارجية أو دخيلة على الإسلام لكن وبالعودة إلى عنوان الكتاب لابد أن نتساءل وبشكل رئيس لماذا يطرح العنوان من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث فرضية أو إمكانية أو ربما حقيقة وجود إسلامين وبالتالي هل تدل هذه التركيبة أو هذا البناء النحوي من الذي يفيد الابتداء أو الانطلاق إلى الذي يفيد الوصول أو الانتهاء هل تدل إذن هذه التركيبة على أن هناك ارتباطاً وتقدماً في الفهم والتوضيح والتأويل للقرآن بالاعتماد أهل الحديث بمعنى آخر هل الانتقال من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث يشير إلى عملية الاستمرارية بين المفهومين من داخل الفضاء نفسه الواحد والموحد بفعل المشترك بينهما وهو الوحي أم أن صيغة العنوان بهذا الشكل يراد بها التأكيد على أن هناك اختلافاً بين إسلامين إسلام القرآن وإسلام الحديث وهو الاختلاف الذي قد يؤدي إلى قطيعة بين الاثنين أو على الأقل إلى تجاوز الثاني للأول وبناء على هذا الاختلاف ألا تشير هذه الصيغة إلى أن هناك عملية انقلاب وليس فقط عملية تحول من وضعية إلى أخرى أو عملية تجديد وتحيين بمعنى آخر أليس إسلام الحديث قد ابتعد وانقلب على إسلام القرآن ليؤسس لمرجعية جديدة تنقض وتنسخ المرجعية الأولى الأصل بل وتحل مكانها قد تدفعنا في الحقيقة هذه الفرضيات كلها إلى التساؤل عن وظيفة الحديث ودوره في نشأة مفهوم جديد للإسلام تتحكم فيها المدارس والمذاهب الدينية لتكرس بذلك سيطرة إسلام أهل الحديث والسنة على منظومة الإسلام بصفة عامة إلى درجة إضفاء صفة الوحي على تينك المرجعيتين بينما يتقلص هامش المرجعية القرآنية وربما يتم تجاوزها لفائدة المرجعية الحديثية وربما كان هذا ما يشير إليه الرزء الثاني من العنوان النشأة المستأنفة والذي يحيلنا بدوره إلى إمكانية أو ضرورة إعادة النظر في نشأة الإسلام بسبب وجود طارئ أو متغير أحدث خللا أو ارتباكا في منظومة الإسلام الأولى أو الأصلية استوجب معه التعديل أو التصويب عن طريق معرفة المتغير الذي غير مسار الإسلام حتى بات الحديث عن التحول من إسلام الرسالة إلى إسلام التاريخ حسب تعبير المؤلف وهو مسار يكرس تناقضا بينا يجمع بين القطيعة والاستمرارية في الوقت ذاته قد يجد البعض في ثناء عنوان هذا الكتاب استفزازا لمشاعر المسلمين أو محاولة لإعادة النظر في أحد ثوابت الدين الإسلامي وهو الحديث النبوي ربما وجد فيه آخرون تشكيكا في الموروث الدين عمة وطعنا فيه أو انتصارا للقرآنيين والعقلانيين على حساب المدافعين عن المنقول حتى لا نخوض في مثل هذه الخواطر وردة الفعل العاطفية المرتبطة أصلا بالحكم على النوايا سنحسن الظن بنية وهدف وغاية المؤلف وسنغض الطرف عن عقيدته ومرجعية قيمه لكن في المقابل سنحاول تحري الموضوعية في قراءة كتابه وبالتالي إبراز مدى صواب منهجيته وأهمية تحليله وحجته فيما يخص إشكالية علاقة القرآن والحديث وتجلياتها في التراث الإسلامي وفيما أحدثته من جدال وكلام واصطدام بين أهل النقل وأهل العقل عبر كل التاريخ الإسلامي وقد نتج عن ذلك ما يعرف عند مفكري العصر الحديث بأزمة العقل العربي ما يهمنا إذن في قراءتنا لهذا الكتاب هو معرفة كيف تم الانتقال من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث وما هي العوامل والظروف والمسجدات التي ساهمت أو واكبت أو أدت إلى هذا التحول من مرجعية أولى القرآن إلى مرجعية ثانية الحديث حسب رأي المؤلف سنحاول الوقوف عند أهم ما جاء في فصول الكتاب بدءا بالفصل الأول لفهم وتدبر مضمونها وإبراز مدى قوة حجيتها في تحليل ظاهرة إنحطات العقل في الثقافة العربية والإسلامية وانتهاءا باستقالته في الفصل الأول الذي يحمل عنوان الله والرسول الشارع والمشرع له يعرض المؤلف لفكرة رئيسة والتي يمكن اعتبارها كفكرة مؤسسة لنظرته الجديدة للتراث وكمنطلق لبناء دراسته النقدية للتحولات التي حدثت في الفكر الإسلامي يقول المؤلف في مقدمة هذا الفصل القرآن خطاب قبل أن يكون نصا وكما في كل خطاب هناك مخاطب ومخاطب وإذا كان الله هو الذي ينفرد باحتلال موقع اسم الفاعل في الخطاب القرآني فإن موقع اسم المفعول يعود حصرا إلى الرسول وحتى عندما يتوجه هذا الخطاب إلى عامة الناس لا إلى الرسول حصرا فإنما يتوجه إليهم عن طريق الذات الإلهية وبليسان حالها فالله هو القائل دائما والرسول هو المأمور بالقول وفي إحدى عشر آية يؤكد القائل ويعيد التوكيد بأنه ما على الرسول إلا البلاغ المبين فالله هو الشارع والرسول هو المشرع له والواقع أن جدلية المخاطب والمخاطب في الخطاب القرآني هي جدلية من طرف واحد الآمر فيها مطلق الحرية والمأمور مطلق العبودية من دون أي هامش للمناورة فالرسول أعبد الله بملء معنى الكلمة فليس له شيء ولسيده كل شيء ويخلص المؤلف إلى الاستنتاج التالي إن الرسول مكفوف اليد من الناحية التشريعية فضلاً عن أنه معطل عن الإرادة الذاتية منهي عن المبادرة ومطالب بالخضوع التام من حيث هو مرسل للمشيئة الإلهية المرسلة وهذا تحت طائلة العقاب ويقدم المؤلف استقراءاً للآيات القرآنية التي تؤكد استنتاجه ومنها الآيات التي تقصر وظيفة الرسول على التبليغ والآية التي تحذر الرسول من استباق الوحي والآيات التي يعلق الرسول الحكم بصددها بانتظار نزول الوحي والآية التي تردع الرسول عن أي مبادرة من دون مرجع من الوحي والآيات التي تتدخل في الحياة الخاصة للرسول وتحدد له ما هو مباح أو محرم حتى في علاقاته الزوجية والجنسية ويتأكد من كل ما سبق أن الرسول بكل ما في الكلمة من معنى رسول وككل رسول فإنه ليس له من مهمة غير تبليغ الرسالة من دون أن يكون له حق التصرف أو حتى التأويل وبصفته رسولا فليس له من جهة نفسه أن يكون شارعا كما ليس له من جهة مرسله إلا أن يكون مشرعا له لكن يضيف المؤلف إلى استنتاجه ذاك استنتاجا آخر وهو أن ما يصدق على الشريعة يصدق على السنة فالرسول فالرسول مسنون له وليس سانا وليس له أصلا أن يكون سانا فالسنة هي حصرا سنة الله وفي الوقت الذي تتكرر فيه عبارة سنة الله في النص القرآن ثمان مرات فإن ست آيات تتوجه بالخطاب إلى الرسول مباشرة فيما يشبه الإنذار فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا والغائب الكبير في النص القرآن يضيف المؤلف هو تعبير سنة الرسول الذي سيحضر بالمقابل في كتب السيرة والتفسير والفقة والحديث حضورا طاغيا فكيف حدث هذا التحول من الإسلام القرآني إلى الإسلام السني يتساءل المؤلف في نهاية الفصل الأول من الكتاب وللإجابة عن هذا السؤال نلقاكم في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته